السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع كل عام وأنتم بخير كيف حالكم إن شاء الله بخير زمان ما سويت فيديو صح بعد يعني آخر العشرة وآخر والعيد حسيتش حال كان في مجال نعمل فيديوهات هاي أول شغل الشغل الثاني لساتها النفسية مش زابطة نفسي أعمل فيديوهات وأضحك وأمرح ونحكي ونكون يعني يكون الفيديو أو المحتوى هيك مسل ومفيد مش زابط لأنه مش لأني بديش لكن لأنه الوضع أنتوا شايفين كيف غزة هاي إحنا داخلين بالشهر السابع ما وقفت الحرب ما وقف القتل حتى بط التركيز صار قليل على غزة والناس ساتها بتموت والناس ساتها تهجر وتقصف وتقتل يعني إشي صعب جدا فأنا مش كادر أستمتع بحياتي بالمرة فعليا واللي بحكي لي سيزار بطل تعمل بطل تسوي والله بطل في نفسي إخوان أعتقد أن توقب النفس الإشي أنا أتمنى الحرب توقف وأدعو من رب العالمين أنه يعني ينقذنا من هذا الموقف لأنه ما في حل إلا عند رب العالمين ما حدا عنده حل بالمرة أنا بحكي لكم ما حدا إلا إرادة رب العالمين يقرر وإن شاء الله الله يرحمهم ويرفع هذا الكرب عنهم ادعو لهم يا أخوان هذا اللابتوب سوف ينافس الماك بوك برو بقوة خلينا أحكي لكم عن بعض مواصفاته هو الرايزر بلاي 18 ومباشرة بقدر أحكي لكم أن الأسعار هون غالي كثير فما تتوقع سعر عادي هذا يمكن من أفضل الحلول اللي بده بس لابتوب أو نظام ويندوز ويشتغل عليه بالسفر في البيت أي مكان مجهز بمدخل ثندر بولت 5 هذا الثندر بولت 5 أسرع ثلاث مرات ثلاث أضعاف من ثندر بولت 4 بهيك مدخل بتقدر تشبك عليه أقوى وأعتى الشاشات اللي ذات الجود العالي سرعة نقل البيانات مع هذا المدخل بتوصل 120 جيجا بيت بير سيكت الشاشة 18 إنش يعني شاشة كبيرة مع أنه لابتوب بس شاشة كبيرة وبتقدر تشتغل عليها وبتردد 200 هرتز والدقة 4K وأقوى معالج من انتل وهو الكور i9-14900HX والذاكرة سوف تصل إلى 64 جيجا بايت وكرت الشاشة الجيفورس RTX 4090 الأعلى والأقوى بتخيلين كرت شاشة زي هذا بلابتوب سعره رح يبلش 4200 دولار تدفع؟ هاتف جديد من وان بلس هذا الهاتف أتمنى يوصل لمنطقتنا لأنه حيغير في فكرة الهواتف المتوسطة اللي احنا متعودين عليها اسمه الوان بلس نورد سي اي فور سعره في الهند 300 دولار حتقول لي طب ما هو يعني كثير أجهزة سعرها 300 دولار اسمع المواصفات المعارج هو الأفضل في الهواتف المتوسطة سناب دول عقون 7 الجيل الثالث مع أنه فيه تليفون رح حكي عنه إن شاء الله يعني رح يكسر كل الأرقام مبني بمعملية 4 نانو متر والساعات رح تكون UFS 3.1 ورح يدعم مايكرو اس دي كارت لحتى 1 تيرا بايت حيكون علي النظام الأندرويد 14 مع الأكسجن أو اس 14 البطارية 5500 بصراحة كويس إنهم زادوا 500 كمان والشحن سوبر فوك 100 واط أنا بحكي عن جهاز مش فلاكشب بايدوي 300 دولار والكاميرا الأساسي ظبطوها 50 ميجابيكس صحيح لكنها بحساس من سوني IMX 890 هذا نحط على هواتف علية يعني قبل سنة وسنتين 26.7 إنش OLED بيتردد 120 هرتز ولأول مرة بهيك فئة من OnePlus حنشوف ال IP54 مقام للرذاذ والغبار وما إلا ذلك شو رأيكم بهيك مواصفات إذا أنت من الناس اللي بتحب تعمل collection تعمل تجمع أشياء ساعات تليفونات سنيكرز سيارات نحك عن تليفونات وبتحب ال Customization شركة Red Magic ذكروا هذا الجهاز نعم Red Magic 9 Pro عملت جهاز مش جديد بس عليه Customization جديدة بثيم معين ولون معين الTheming هيكون Transformers مع بذات الكاركتر البامبل بي الأصفراني اللي الرجل الأصفر هذا الشكل رهيب نفس شكل هذا الجهاز إخوان وهذا الشكل هنا عن جد رهيب بس مع اللون طالع الشكل جميل جداً فعقولت أهلنا في الخليج الشكل يخبل طبعاً هيكون التغيير برا من ناحية Design اللون أيضاً حتى السوفتوير حيكون فيه Theming معين لـ Transformers وإذا لاحظتوا فيه لوجو للـ Transformers في الخلف والعلبة طبعاً رح يجي فيها بعض الشغلات اللي لا علاقة بهذا الموضوع زي مثلاً مروحة بس بـ Theming Transformers السيميجيك تول نفس الثيم شاحن 165 وات وكابل حتى أصفر فيعني الثيم واضح للي بحب يجمع هيك الأشياء أعتقد رح تستمتع نسيت أحكي إنه سعر 900 دولار في الصين اليوم جاي بلكوا هاتف سعره 200 دولار لكن عنده مواصفات عجيبة غريبة مش أي حد رح يشتر هذا الجهاز نعم ولكن حبيت أني أحكي عنه لأنه غريب مش بيتعودين على أجهزة زي هيك اسم الجهاز أوكتل WP35 وهاي الشركة معروفة عن الأجهزة الـ Rugged اللي هي تتحمل الصدمات فعلياً المعالج حيكون الـ Diamond City 6100 بلس ليس معالج سيء أبداً لكنه ليس أفضل معالج في الفئة المتوسطة حتاخد أندرويد 14 ساعاتي تخزيني متر 56 مع 8 جيجابايت ترام وفي دعم لـ SD card أو مايكرو SD card لحتى 2 تيرابايت الشاشة عادية LCD 6.6 إنش ومش كبير كثير مش هون بتميز أصلاً الجهاز أول تميز البطارية 11 ألف ميلي أمبال تشحنه مرة واحدة بقول معك 6 أشهر بمزح يعني بس تشحنه مرة واحدة يا أخوان هيطول كثير معاك هذا الجهاز قبل ما يخلص بس معاه الشاحن مش كثير سريع 18 واط للأسر يعني بدك سنة زمان لتشحن التليفون بس برضو مش هذا التميز فقط الجهاز عنده معيار الـ IP68 والـ IP69 مقاوم للماء والغبار للغرق لأي شيء وعنده معيار الـ M-I-L-S-T-D 810 أشه هذا مقاوم للصدمات فالجهاز تضربه بالحيط برجع لك سماكته 15.3 ميلي متر ووزنه 360 غرام وهذا الهاتف يا أخوان مش موجه للعامة هذا موجه للناس اللي بتشتغل في أماكن عمل زي المناجم الفحم زي الأماكن فيها حفريات كثير مناسب للأماكن الصعبة أو تسلق الجبال يعني مش أي حدا بده هذا الهاتف رسمياً موترولا تعلن عن الموتو ايج خمسين برو أنا أتوقعت حيكون هذا لفلاك شب تبع الشركة ولكن بالمواصفات هو فلاك شب بس مش فلاك شب تعال نحكي شو عن المواصفات المعالج سناب دراجون 7 الجيلي الثالث هذا معالج حتشوفه بأجهزة حقها 300 دولار الشاشة آمولوج 6.7 إنش بتردد 144 هرتز شفنا زي هيك من موترولا نفسه السطوع 2000 نيتس وهذا إشي كويس الكاميرا الأساسية كويسة 50 ميجا بيكسل بالحساس 1 على 1.4 إنش مع Optical Image Stabilization وكاميرا Telephoto 10X رح تعمل 3X زوم وكاميرا علوضة 13 ميجا بيكسل أما الأمامية فهي 50 ميجا بيكسل هذا أول هاتف من موترولا بيجي معاه ايش اسمه AI Photo Enhancement Engine محرك بيعتمد على الذكاء الاصطناعي ليحسن الصور يعني حنشوف الذكاء الاصطناعي كالعادة من كل الشركات عنده بطارية 4500 مش جديد شاحن سريع 125 واط مش جديد شاحن لسلكي 50 واط برضو مش جديد وأكيد عنده معيار IP68 برضو مش جديد والتصميم برضو مش جديد لكن السعر 383 دولار لما شفت السعر صحيح أطلقوا بالهند ارتحت شوي لأنه مواصفات حلوة بس هذا مو فلاكشب فلو حكوا لنا 700 دولار أنا بقول لهم لحظة شوي شو 700؟ وإن نروح في 700 دولار 383 دولار على هيك مواصفات أعتقد أنها ممتازة وحيكون فيه فلاكشب قادم حيكون اسمه أولترا نحكي عنه إن شاء الله بعدين بس نعرف عنهم علمات أكثر ريلمي برضو بتلحق بالركب كل الشركات بيقدمه واتف متوسطة مواصفات عالي سعر يعني إرخيص وريلمي نفسي الإشي أعلنت عن هاتف الريلمي جي تي نيو 6 SE كتير حروف وكلمات داخلي في بعضها على كل حال مواصفاته معالج وصراحة ممتاز جدا سناب دراجون 7 بلس الجيل الثالث ما علي أي غبر لكن الشاشة الشاشة LTPO يمكن هاي أول مرة بسمع شاشة LTPO يعني تردد من 1 هرتز 720 هرتز بفئة متوسطة عند ريلمي مش بس هيك فيها ميزة غريبة جدا أو شيش شركة اللي رح تصنع هاي الشاشة البي أو إي صيني رح يوصل سطوع هاي الشاشة لستة آلاف نتس على محتوى معين من الـ HDR يعني مش دايما سطوع لستة آلاف لا في محتوى HDR معين ممكن ينعرض على هاي الشاشة تعطيك سطوع لستة آلاف وهذي أول مرة بنسمع هيك رقم لكن بالاستخدام العادي سطوع ألف نتس فعشان ما تتفاجش ومحمية الشاشة بكورنين جوريلا جلاس فيكتس 2 بتحس هاي مواصفات بس فلاكشب كمان معدل انخفاض الواميد الـ BWM عنده 2160 هرتز هذا رقم برضه بتشوفه عند الفلاكشب احكيلي انه هذا مش فلاكشب صح؟ الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل الحساس من سوني الـ IMX882 وعنده Optical Image Stabilization والاندرويد 14 أما البطارية 5500 ميلي أمبير والشحن السريع 100 واط ما خلصنا شيك عنده معيار الـ IB65 عن جد لازي يكون فلاكشب طب اسمعوا السعر في الصين لا السعر مش معقول مش حقيقي السعر 248 دولار في الصين يا أصدقائي أعتقد هذا اشي كثير صادم بالنسبة لي هذا الهاتف مش طبيعي منافسة مولعة شاومي شافت الشركات شو بتقدم هاتف متوسطة وشافت سعر 300 دولار و 250 دولار من Realme ومن OnePlus حكت لحظة شوي ما حدا بينافسني بالسعر ودخلت بجهاز بصراحة هذا رح يحرق كل الأسعار رح يحرق كل المواصفات إذا فعليا حقيقي هذا المواصفات وهذا السعر الهاتف اسمه Redmi Turbo 3 وهي تيربو في أجديدة لعائلة ريدمي كيف عنا ريدمي نوت وفي عنا ريدمي كاي هذا ريدمي تيربو في أجديد المفروض بس ليش بهذه الشبثلات مش عارف لأنه كان فيك أجهزة سابقة بس ما انشارت هذا لازم ينشار الجهاز لأنه مواصفاته مش معقولة أول معلومة مهمة لازم تعرفها المعالج سناب دراجون ثمانية اس الجيل الثالث معالج جديد فلاكشب مفيش مزح هون هذا معالج فلاكشب أحكيلك السعر بسرعة 276 دولار في الصين بكرر 276 دولار هذا يحرق كل شيء بحرق الأخضر واليابس الرام LPDDR5X 12 جيجا أو 16 جيجا السعات UFS 4.0 ورح يوصل لـ 1 تيرابايت البطارية 5000 والشحن السلكي 90 واط كله فلاكشب يا أخوان بس السعر 176 حرق أم الأسعار أشاق سوني فيه تسريب عن هاتف سوني القادم اللي هو السوني إكسبرية 1 مارك 6 بسادنا بالتسمية الغريبة أنا عارف أكل حال التصميم يا أخوان بشكل عام أول ما تشوفوا نفس تصميم الجهاز السابق ولكن غيروا إشي زادوا عرض الجهاز وقللوا طول الجهاز عشان هيك رح يختلف وأنا بعتقد المسكة حتكون أكثر مناسبة للتحكم بالجهاز وسوني مش كثير مهتمين الناس يعجبهم ولا لا لأنه موجهين هذا الجهاز فقط لعشاق سوني يعني واحد زي حالاتي لو معاي أنا مصاري أكيد بشتري ما فكرش فلص لأني بحب سوني فمش راح أعترض فهم هيك مش تغلوا فيه إشي ما راح نشوفه الشاشة تعودنا على 4K 4K من سوني مش راح نشوف 4K لأنه شافوا إنه سحب طاقة أكثر والناس مش مهتمة بهيك ميزة وفعليا مش إشي كثير عملي حتكون الشاشة 6.5 إنش والطول راح يقل حكون 161.9 مليمتر وكان 165 مليمتر العرض حيصير 74.5 مليمتر وكان 71 مليمتر فحسيت الفرق فعليا صار أقصر شوي وأعرض شوي فهذا الأسبكت ريشيو حيكون مناسب راح نشوف أكيد معالج جديد لكن التسريب بيحكي إنه راح يحمل نفس الكاميرات تابعون السنة الماضية فما في تجديد كنت أتمنى لو أوكي نفس العدسات بس يغيروا الحسسات ما بقدر أكد لأنه هذا لسه تسريب فممكن فعليا أن يتغير إشي لابتوب قادم من هواوي من أهم ميزاته الوزن الوزن حيكون كثير لايت يعني حتى مديري الشركة بيحكي هو أخف من اللايت نفسه مش من الضوء يعني تعرف لما بنحكي هذا لايت يعني خفيف كلمة لايت خفيف فهو أخف من الخفيف أيب قداش وزنه هو حيكون هو اسمه أكيد الميت بوك اكس برو 20-24 حيكون وزنه 980 غرام فهو فعليا أخف لابتوب من هواوي على أقل بعرش إذا شفت أنا لابتوب أقل وزن من هيك من الشركات الأخرى بتذكر جرام من LG كان 1 كيلو جرام هذا 980 غرام فممكن يكون فعليا أخف لابتوب بالعالم ولكن تعرفين لما يكون اللابتوب خفيف منحيف سهل تحمله وتشتغل عليه بس حيكون أداء ضعيف الشركة بتقول التالي رح يحمل الانتل الالترا ناين هذا المعالج جديد الـ 1850 اتش وهذا يعني مفروض أنه أفضل من المعالجات السابقة وأقوى تخيلوا سماكة الجهاز 13.5 بيليمتر سكر وحسب الشركة أداء هذا اللابتوب هيكون أحسن 60% من اللابتوب السابق سعره هيبلش 2000 دولار تحب؟ الشاشة 14.2 انش OLED بتردد 120 هرتز سطورها 1000 نتز هذا يعني واضح أنها حتكون شاشة خرافية البطارية اللي هي 70 وات بير اور على الأغلب حيكون أداءه يعني جيد انسى موضوع أنه طول كثير أتمنى أنه طول كثير لكن مع هيك بطارية لا ما ظنش الشاحن 140 وات وراح يكون فيه مدخلين Thunderbolt 4 هذا إشي ممتاز جدا وأنا بحب لابتوبات هواوي حتى بنصح فيهم بس الإدتينج والمنتاج لا لسه مش جاهزين لسه لهيك مجال يعطيكم ألف عافية تمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا طولت عليكم الفيديو أنا عارف لكن هاي الأخبار إن شاء الله مراكم في فيديو قادم إلى اللقاء